كان لديك موضوع هنا في القاهرة والناس مع أستاذ محمد علي خير وكان بينك وبين وصف حلمي بكر حصل أنت كنت خايف؟ خالص ولا ما كنتش خايف؟ خالص بص الموضوع الرهبة من شخص أو من فنان أو من جمهور خلاص تشلم من جوايا بس أنا بحترم وصف حلمي بكر وهو رجل كبير فأنا مش عايز أنت كنت تعمل حساب المواجهة أصلا؟ لا فوجئت به طبعا محدش أقلي فأنا سكتة عادت أسمع منه وهو عايز يتكلم فأنا سابه أتكلم بس فأنا مش عايز أطوى يعني هو عايز يتكلم وعايز أصدر الناس اللي هو يعني مش رودي فأتكلم حضرتك بس فأتكلم بس أنت ثلاثة من الحلقة دي متضايق متضايق عشان آه عشان أنا فيه سؤال تسألك مش سؤال تسألي أو أولا ما قلتش أنا أو أولا أنا عضو عامل أو أولا أنا عضو عامل ما قلتش أنا ملاحن ما قدمتش نفسي أصلا في الحق لنا كده أصلا فأمش عارف ايه بقولك النقابة بتقول أنا بقول يا جماعة أنا النهاردة راجل من أبداء النقابة فأستاذ محمد علي الخير قال أيوة يا جماعة النقابة بتقول لعمر كمان لو عضو ممتسب قلتقول لأي عضو ممتسب وعضو عن تفرق ايه مش دخلت لجنة وننجحت مش معايا كارنيب انتابل النقابة ايه المشكلة يعني هو أنا مش بغني كويس أستاذ هنشاكل خد مني لحن يعني لو دخلت لجنة عضو عامل هسقط طبعا أنا بغني كويس وهنجح في اللاجنة ان شاء الله يعني هترى عضو العامل فقال لي اه انت بقى ايه انت مأهلك ايه قلت له دبلوم صنيع ومنتسب طب دي ده قتني جدا يعني أنا أستاذ حلمي بكرا مش بقى قطعك يعني بس هو وجه سؤاله للجمهور وقال انت يعني ايه يا جمهور عجبكو الوضع اللي احنا وصلنا عليه احنا شايفين ان انتوا رديتوا بعود البطل اه طبعا ردينا وعملنا المهرجان كويس وانا للشارع عايزة مفيوش كلمة خارجة مفيوش كلمة خارجة حاجة لزيزة اكيد مبسطنا كتير